السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير يا طلبة وإن شاء الله تكون وراكم بديتو تيريبيزيو لأن هذا هو الوقت هذا هو وقت المراجعة داشا داشا حتان إن شاء الله تعقبوا الباكالوريا موعد الباكالوريا لم يحدد بعد ولكن أظن أنه في جوان بإذن الله نبدأ على بركة الله من طول شعريكم كيفية كتابة مقالة فلسفية ناجحة شعبة أدب وفلسفة باكالوريا 2021 أولتها قبل كل شيء المنهجية هي الأساس في بناء مقالة فلسفية المنهجية الصحيحة في كتابة مقالة فلسفية ناجحة الطريقة الجدلية الطريقة الجدلية وهي أسهل طريقة طرح المشكلة تكتب المقدمة عفوا تكتب المقدمة تكتب فيها طرح المشكلة يعني تكتب فيها المقدمة تكتب تعريف بالموضوع الذي طرح في السؤال مثال أعطاكم سؤال على الذاكرة تعرف الذاكرة أعطاكم السؤال مثلا عن العدالة الاجتماعية بتعرف العدالة تعرف العدالة يعني أن مقدمتك تعريف بالموضوع لطرح إبرز العناد الفلسفي والمتمثل في القضية المطروحة والجدل الحاصل بينهما تكتب دار خلاف بين بعض الفلسفة والمفكرين هناك من يقول بأن الذاكرة ذات طبيعة فردية بيولوجية مرتبطة من الدماغ والعامل النفسي وهناك العامل النفسي والشعري وهناك ريارة بأن الذاكرة ذات طبيعة اجتماعية وبما يحصل معه في المجتمع من تذكر إلى آخر ذلك وهذا هو العناد الفلسفي بسيط جدا الموقف يقول هكذا يعني أنه تكتب الموقف يقول هكذا وموقف يقول هكذا إعادة سياغة السؤال ودائما يطرح السؤال بهل يعني تعاود تطرح السؤال التاعك بهل وتكتب سؤالين فقط المنهجية الطريقة الجدلية نبقى مع الطريقة الجدلية الموقف الأول أنصار الموقف الأول تدير الحجج والبراهينهم في الساحة الأطرحة تكتبوا المسلمات المسلمات وش تكتبوا؟ تقولوا مثلا يرى بعض الفلاسفات والمفكرين على أن الذاكرة ذا طبيعة بيولوجية مرتبطة بالدماغ ومرتبطة بالعامل النفسي الشعور وتتمثل حجاجهم في كذا وتكتب الفلاسفة اللي تبعين للنفسين اللي تبعين في البيولوجيين وتقول لقد برروا حجاجهم كذا كذا وتكتب الحجاج تبع كل براغين وتدير الأقوال دير أقوال دير ثلاثة ربعة في كل موقف دير ثلاثة ربعة وللأمثلة وتدير النقد أتيعك مع الأول تنقد نقد إيجابي تقول لا ننكر بأن النظرية مثلا البيولوجية بأن الذاكرة ليست بأن الذاكرة ذا طبيعة بيولوجية إلا أنها تتخلى لها بعض بعض العيوب في هذه النظرية وتدير النقد أتيعك عادي الموقف الثاني نفس الشيء والتركيب هو الجمع بين الموقفين مع الأقوال والأمثلة الاستنتاج وهو الخروج بخام التيمة أمثلة وأقوال كيفية تفهم السؤال في مادة الفلسفة هذا والي حاب أنه ركز عليه بشكل أكبير وطلبوا مني بزاف الطالبة شوفوا خابتي دائما في البكالورية تطرح الأسئلة مباشرة مباشرة ليس فيها غموظ مثال مثلا أعطاكم هل طبيعة الذاكرة فرضية أو مجتمع أي سؤال أعطاك هل العدالة الإشتماعية تتأسس بالتفاوت أو المساوات التفاوت تدير أنصار التفاوت والموقف الثاني أنصار المساوات يعني أعطاكم الموقفين هنا هنا ديجا الذاكرة أرانا في موضوع الذاكرة فرضية تدخل فيها النفسي والشعوري اجتماعية يبين كون يعطيكم هل الذاكرة مثلا هل الذاكرة ذات طبيعة نفسية نفسية اجتماعية راح تدير النفسية وراح تدير الاجتماعي ومش لازم أسئلة قادرة يعطيك أسئلة غير مباشرة ولكن انت لازم تكون ذكي أنه هذا لمن مثلا هذا لمن تابع تابع الاجتماعيين هذا تابع البيولوجيين لازمك تقرأ المواقف وتقرأ المظريات وانت فاهمهم مش تقرأ مقالة واحدة برك ما تمثلها في الفردية والاجتماعية وبعد كي يجيك السؤالت على الفردية والاجتماعية تروح انت تخاف أبدا حذري ثم حذري يعني سأعطي لهم الطلابة العملي في مقالة الأخلاق وقلت لهم والله العظيم غير قلت لهم بل يراه السؤال ليس دائما يطرح بين النسبي والمطلق قادر يعطيكم على أساس القيمة الخلوقية هم أعطوهم من بعد أعطوهم هم أحطن بالإرام في الطابعة ومن بعد أعطوهم أساس القيمة الخلوقية الناس كل داتويت ناث سات حذري ولكن برب شاء الله ذا ما يعنيش بلي أنكم تخافوا ولكن الحذر ثم الحذر في تحديد المواقف الاجتماعية طرح السؤال بسيط للغاية التنقيد حبيت أن نبه لبعض الطلبة أنكم تنفيقيوا في المقدمة خاصة المقدمة خاصة المقدمة المتمثلين المقدمة كتعرف الذاكرة مثلا وتعرف بالموضوع الذي طرح لعندك راح تدي عليه نقطة تدير العناد الفلسفية راح تدي عليه ثاني نقطة والسؤال نقطة يعني عليها الطرح المشكلة ما تديوش عليها هميه أنا كي ندي طرح المشكلة ربعة ونزيد في الموقف الأول والثاني راح نلقط مثلا نلقط ثلاثة مثلا ثلاثة ونص مثلا عندي ربعة عندي ديشة سبعة ونص وفي التركيب نجيب مثلا نجيب مثلا واحد ونص هاي سبعة ونص ثمانية عندي تسعة في الإسنة تجيب زود تسعة حعندي حديش وفي الأخطاء كي من ديش الأخطاء الإمليائية من ديشها عندي ثماش تلتاش بضحكة المنهجية هي الطريقة التي تعطيك النقاط هم ينقطوش الأساتذة لا ينقطو في المحتوى هو راح يقرأ المحتوى اللي راح تكتبه ولكن هم يشدوا على المنهجية انتك يتحكس له المواقف وما تقرلوش منهجية صحيحة يقول له كذا ويقصر كذا كذا ومبعد ما تديش أمليه هاتي هي ما تخافوش دائما يعطيكم السؤال نولي لكم هنا دائما كي يعطيكم السؤال دير دوائر على هل بل يراه جدل دير دوائر على الموضوع الذي طرح ومن بعد كي يعطيك يعطيك مثلا نظرية كونتر نظرية ابدا خمم يقول مثلا مش دائما يعطيوني هل هل هي اجتماعية قادر يعطيني بسياغة أخرى يقول لك بسياغة أخرى ولكن هاي بل يراه يتحضر على الاجتماعية